السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديوهات الألعاب التي نقدمه مرحبا بكل محبي وعشيق لعبة الوحوش الرائعة تم أخيرا أصدقائي القيام بترقية معمل الوحوش المتواجد هنا ترقيته كانت تتطلب حوالي خمسين مليون قطعة نقدية ولكن لا يوجد مشكلة هذه تبقى الترقية ما قبل الأخيرة وطبعا من أهم الأشياء صديقية التي يمكن لك القيام بها في لعبة الوحوش هذه هي القيام بترقية معمل الوحوش وكذلك هذا المكان الموجود هنا ونسميه معمل الأحجام الأحجار الرونية لأنه من خلاله تستطيع القيام بترقية الأختم أو الأحجام الأحجار الرونية لأنه بدون تطوير هذا لن تستطيع التقدم بالتنينة والوحوش الخاصة بك إذن تم الترقية صديقي وتم حصول على نقاط خبرة لا بأس بها وطبعا ترحل بالترقية صديقي سوف تجد أنه تتبقى لنا ترقية واحدة تقريبا لمعمل الوحوش كما تشاهدون وهي الترقية التي تكلف مئة مليون قطعة ذابية ومن خلالها نستطيع القيام بإضافة خمسة نجوم سحر إلى الوحوش الخاصة بنا لأنه عندما يكون معمل الوحوش صديقي في هذا المستوى تستطيع لنقول إضافة فقط تقريبا أربع نجوم سحر ولكن حتى تستطيع إضافة خمسة نجوم سحر يتطلب الأمر ترقية للليفل ستة كما تشاهدون وهذه الترقية سوف تأخذ مئة مليون قطعة ذابية إذن الهدف التالي سوف يكون هو الجمع مئة مليون قطعة ذابية حتى تستطيع ترقية معمل الوحوش الآن نذهب إلى هنا وسوف نذهب إلى الرانكيوب سوف نذهب إلى هنا سوف تجد أنه يوجد مجموعة من الوحوش نستطيع القيام لنقول بإضافة نجوم سحر لا سبب المثال هذا طيب ماذا لو بحثنا عن الوحوش لنقول القوية الموجودة لدينا نحدد هنا على سبيل المثال لنقول الخلايا أو الفئة مثلا هنا خرافي نذهب إلى هنا ونرى أي وحش موجود لدينا هذا نستطيع على سبيل المثال طيب أين هو مختفي أولان 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 طبعا هو موجود هنا أولان هنا للأسف لا يوجد لدينا أي خلايا لهذه الوحوش نستطيع فقط الحصول على النصف طيب وهنا كذلك للأسف لا يوجد لدينا أي وحوش أو لنقول خلايا كافية حتى نستطيع إضافة نجوم لنقول هنا ثالثة وهنا ربعة لكن مع الوقت فنستطيع لنقول القيام بإضافة هذه النجوم السحر لأنه أصبح الآن المعمل ولنقول جاهزا وبما أنه صديقي معمل الوحوش لا يمكن استخدامه أثناء الترقية سوف نرى الوحوش الذي لنقول هنا استطعنا الحصول عليه إذن استطعنا الحصول من هذه الفعاليات على وحش جديد موجودونا سوف نقول نعمل على محاولة إكمال عدد القطاع الخاص به كذلك أقوى وحش هذه الفعاليات وهو وحش الدجاج الأصفر الموجودونا تقريبا يتبقى لنا سبع خلايا ونستطيع الحصول عليه إذن هو لنقل وحشا مضمون طيب نحول هذا الوحش الموجودونا ثم نذهب إلى لنقل نفس الفعاليات ونحاول اللعب لكن قبل ذلك أصدقائي نذهب إلى هذه الفعاليات الموجودونا أعزنا نحاول لنقل الحصول على هذا الوحش الموجودونا في كل حلقة نلعب قليلا هنا طبعا لنحصل عليه إلا في النهاية نقلتها منذ البداية لنستطيع الحصول عليه إلا في النهاية هنا يتطلب الأمر 30 بيضاء ولديها 25 فقط لهذا سوف ينتظر قليلا كما قلت هذه الوحش لنستطيع الحصول عليها إلا في النهاية هنا للأسف يتبقى حوالي الساعة حتى نستطيع الحصول عليه سوف ننتظر قليلا في هذه الأثناء ندى بلا فعالية صيد الوحش ثم ندى مباشرة إلى هنا ونحاول القتال هنا قليلا حتى نكمل السبع لنقل قطع المتبقية لهذا السنين أو هذا الوحش إذا أكمل لها سوف نستطيع الحصول عليه بدون إهدار هذه العمولات الموجودة إذن هنا صديقي سوف ننتظر لخوض مشموعة من المعارك هذا الوحش لنحصل على السبع لنقل خلايا المطلوبة من أجل إكمال الألوان اشتركوا في القناة 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 نداب إلى هنا ونداب إلى هنا سوف أتجد تصديقي أنه هذا طيب نحدد هنا ونصف أن نلاحظ تصديقي أنه إذا يتبقى له لنقول ثلاثة أو سبع خلايا فقط هذا أو التنين أو الوحش الذي نحصل عليه من خلال خوض المعارك دائما نحصل على مجموعة من القطاع يتبقى له تقريبا تسعون خلية يتبقى عشر خلايا يعني خمس معارك وأحصل على هذا الوحش كذلك هذا أحصل عليه بإذن الله قريبا وبقي هذا الوحش كما تشاهدون هذه لنقول هي القطاع الخاصة بها الموجودة لديها هذا على سبيل المثال 44 خلية إذن لنقول المجملة والحصيلة الإجمالية مجموعة من الوحش هنا سوف أستطيع الحصول عليه نداب إلى فعالية صيد الوحش المتواجدة هنا على سبيل المثال لا ليست هذه إنما هذه هنا صديقي عندما نداب إلى هنا سوف نرى أنه كما قلت هنا مجموعة من الوحش سوف نستطيع هذا لنقول مضمون هذا مضمون فقط بضع خلايا ونحصل عليه والبقية نستطيع إكمالها إذا بالمجمال على الأقل سوف نخرج بأربعة أو خمس وحش من هذه الفعالية طبعا بالنسبة لي فعالية الصيد الوحش تعتبر هي الفعالية الأفضل في الحصول على الخلايا أو على الوحش لاحظ هذه المعركة صديقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لنقول ينقصنا فقط بعض القتاة للحصول على الوحش وبهذه المعارك اصدقائي نقوم بانهاء الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة